بس الحقيقة قبل ما اطلع استقبل ضيفي اللي عندنا كلام كتير جدا يمكن انت اول مرة تسمعون النهاردة عن احمد صلاح عايز اتكلم في موضوع انا ما كنتش حابة بتكلم فيه ولكن لقيت كلام كتير من انبارحل حقيقة الموضوع فيه كلام كتير في الوقت اللي لا يستدعي كل هذا الكلام واحنا زا ما تعودنا في برنامج الابطال وخاصة قناة النادي الاهلي عمرنا ما بنبيع كلام وما نقولش حاجة الا ما بيكون حقيقة وصح وبنتحقق من دقتها بكل امانة انا عايز اتكلم على اللي حصل في احداث مباراة كرة السلة ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك اللي كانت مقامة على صالة نادي الزمالك بمئة اقوبة وهنقول لحضراتكم الاحداث بالتسلسل ومفيش كلام بعد الكلام ده انا راجل بتاع باسكيتبول تحية واكتهدت وعلى فكرة انا مش مبطل من بعيد انا مبطل من 2015-2016 يعني اللوايح والقوانين دي كانت موجودة وانا بلعب وشفت اللي بيحصل ايه وهقول لكم الموضوع بكل امانة وبكل وضوح وكلامي مش مجرد رؤية لا ده انا تحققت الدقة وكلمت كل الاطراف اللي موجودة في الصالة عشان اعرف اللي حصل ايه مش بس الاطراف اللي جوه النادي الاهلي عشان الامانة للعرض على جمهور النادي الاهلي هبتدي معاكم القصة في تاريخ لازم نحفظه كويس واحد وعشرين مارس ما قبله شيء وما بعده شيء تاني خالص واحد وعشرين مارس خلينا نفتكر هذا التاريخ لانه قبله هيبقى الموضوع بنتكلم باسلوب معين وبعده هنتكلم باسلوب معين مش النادي الاهلي كان السبب فيه ولكن نادي الزمالك اللي كان السبب فيه مباراة نادي الزمالك واسموحة اللي كانت على صالة النادي الزمالك حصلت فيها احداث انا مش علق عليها الاحداث دي اتحاد السلة رأى انها خروجة عن النص فاضطر هيحطه اقوبات على نادي الزمالك يوم واحد وعشرين مارس واكد على تطبيق ليحته بحزافرها بعد موجود حد في الصالة الا اعضاء مجلس الادارة وزا ما احنا عارفين دائما الابد النادي الاهلي بيلتزم باللوايح والقوانين وهو ده النادي الاهلي واحنا سابقين عشان ده النادي الاهلي سابق عشان يمكن الناس مش قادة تفهم فكر النادي الاهلي لانه فكر احترافي احترام اللوايح والقوانين فكر احترافي مفيش حاجة عند النادي الاهلي بالمحبة النهاردة النادي الاهلي بيوقف احسن لعبتين عنده في تنس الطاولة مفيش فيه لوايح وفيه احترام للقوانين مهما كان اسمك والامور ما بتتدرش ان اعضاء مجلس الادارة عادين في المقصورة زي ما بتتدر في اماكن اخرى ان اعضاء مجلس الدارة بيتدخلوا في القرار جهاز الفني واللعبين ديهم كل الصلاحيات انا ما بتدخلش وعمرنا ما شفنا قرار بيطلع من المقصورة اثناء المباراة الكلام اللي بتقال بهتان الكلام اللي بتقال بهتان مع علي الوزير وعضاء مجلس الادارة مع علي الوزير العمري فاروق طبعا كابتن مرتاجي واستاذ محمد الضماطي ليس لهم دخل من قريب او من بعيد الامور لا تدار في النادي الاهلي بهذا الشكل النادي الاهلي في مؤسسة كل الصلاحيات للجهاز الفني ياخد القرار اللي شايفه الحساب ببقى في نهاية الموسم او بعد الحدث مش حد بيتدخل مش زي اللي بيحصل في قندية اخرى